اشتركوا في القناة ومنعهم من قبل البلدية او اي جهة اخرى قبل اعطائهم البدائل المناسبة بتوافق معهم وتعديل دوام المراكز الصحية في شهر رمضان المبارك وتقليل عدد ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك لهذا العام كما كان عليه في السنوات السابقة في القطاع العام وقيام الحكومة الموقرة بالعمل على تنسيق ذلك مع القطاع الخاص نظرا لما يمر به العالم من ازمة بسبب فيروس كورونا بالاضافة الى السماح بتركيب اكثر من عداد للكهرباء في المنزل الذي تقطنه اكثر من اسرة بحرينية على ان تتعهد الاسرة بعدم تأجير العداد وانشاء مركز شبابي في مدينة سلمان الواقعة بالمحافظة الشمالية وانشاء مدينة اعلامية بالاضافة لمناقشة عدد من الرسائل الحكومية حول الاقتراحات والردود الوزارية على الاسئلة عقدت اليوم الجلسة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب وذلك لاهمية حقيقة المواضيع الموجودة طبعا في مواضيع كثيرة موجودة عندنا مجلس النواب يجب ان تطرح يجب ان لا يتوقف قطار الاجازات في البحرين لذلك عقدنا هذه الجلسة بناء على مشاريع كثيرة موجودة عندنا اقتراحات براغبة موجودة ردود الحكومة موجودة لذلك اليوم كان نبتللنا في ردود الحكومة راحت المواطن اولوية بالنسبة لنا كالسلطة تشريعية وبيّنت من خلال قرارات الحكومة انها تتعنى بالمواطن بالدرجة الاولى وهذا اهتمام حقيقة يعني يشيد حقيقة او شيد انا حقيقة بتوجهات الحكومة في هذا الشأن كذلك في عندنا الاقتراحات براغبة كذلك اقتراحات المواطنيين اللي ترفع الينا وبالتالي نرفعها الى الحكومة الرشيدة من اليوم تم اعقال الجلسة السبتنائية الثانية في هذا الدور العقال نناقش فيه على الكبير من ردود الحكومة على المقتراحات اللي قدمت بها صحاب صاحب النواب حاليا في جعبة الامانة ما يقارب مئة رد الى الحكومة نحاول نستفيهم حقهم ونطرحهم في جلسة ونعطي النواب حقهم بالرد على الاستفادة من ردود الحكومة ما يتعلق مقتراحات اللي تقدموا بها فهذه الضرورة كانت الى عقد مثل هذه الجلسات السبتنائية ونشكر الحكومة من هذه الملصة على تجاوبها وعلى تعاونها مع السلطة التشريعية اللي ينم على التعاون واهمية الوقوف الى جانب الوطن في هذه الظروف الاستفادة من حيث المبدأ تم تقديم هذه الجلسة السبتنائية يوجد فيها تقريبا حوالي 40 مقترح ردود الحكومة وهناك أربعة أسئلة لسعادة معالي الوزير النفط وأيضا 12 اقتراح برغبة وهذه تخفف اقتراحات على الجلسة العادية وهذه الاقتراحات تقدمها أصحاب السعادة النواب ومن قبل المواطنين فإن شاء الله اليوم نرد على الحكومة بالإيجابية إن شاء الله وتخدم المواطنين في الحياة المعيشية والحياة الاقتصادية والاستثمارية والسياسية